أشهد أن لا إله إلا الله كان هذا الصراط الذي يهدى إليه هو الصراط المستقيم ولذلك نسبه الله جل وعلا إلى نفسه فقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فهو صراط الله ولذلك قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فشرف هذا الصراط بالنسبته لله سبحانه وتعالى فهو صراطه وحده وهذا الصراط يضاده صراط آخر وطريق آخر فالصراط في الأصل هو الطريق والسبيل وهذا الصراط يضاده طريق آخر وهو صراط الجحيم وصراط الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه وسلمنا وإياكم والمسلمين من شروره وقد أشار الله إلى هذا الصراط بقوله احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فهناك صراطان صراط الرحمن وصراط الشيطان وصراط الرحمن ينتهي بالعبد إلى الجنان والعفو والرضى والرضوان وصراط الشيطان ينتهي إلى الجحيم والنيران ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنه ليس هناك سبيل ولا طريق ولا صراط غير هذين الصراطين كما قال سبحانه وتعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وقال سبحانه وتعالى وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ فَهُمَا طَرِيقَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا فالله سبحانه وتعالى جعل لعباده هذا الصراط المستقيم والطريق القويم الصراط والسراط والزراط كلها تدل على الطريق والسبيل والله سبحانه وتعالى أقام على هذا الصراط المستقيم الدلائل التي تهدي إليه وتدل عليه وتقود الموفق إليه وهذه الدلائل أقامها الله سبحانه وتعالى ببعث الرسل وإنزال الكتب من أجل أن يتبين هذا الصراط وتقوم الحجة على العباد كما قال سبحانه وتعالى رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهذا الصراط أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أمته من بعده بسلوكه والسير عليه ولذلك قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك واستقم فعل أمر بالاستقامة ولذلك من سار على الصراط المستقيم فهو عبد الله المستقيم جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل فإذا استقام العبد وسار على سبيل الله عز وجل فقد استجاب لداع الله وامتثل أمره وحينئذ تكفل الله له بسعادة الدنيا والآخرة وهذه الاستقامة على الصراط المستقيم بيّن الله أنه يهدي إليها من يشاء وليس معنى هذا أن العبد مجبور ومكره ومقسوء يؤخذ قصرا على الهداية أو الضلال كما هو مذهب الجبرية فهذا مذهب باطل وقول الضال لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولذلك الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله والعبد أُعطي الخيار كما قال تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وقال تعالى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ هذا في أهل الخير وقال في أهل الشر وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَثْبَتَا فَنَسَبَ إِلِيهِمُ الْفِعْلِ وَالْكَسْبِ فالإنسان مسير مخير فلا يستطيع أن يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أيضاً خيره بين الخير والشر وهذا هو المذهب الوسط العدل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى لم يقهر ولم يجبر العاصي على عصيانه بل آتاه العقل الذي هو مناط التكليف ولم يكلف غير العاقل وجعل له في هذا العقل ما يميز به بين الخير والشر والهدى والضلال ولذلك قال تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وقال تعالى وَلَا يَظْنِمُ رَبُّكَ أَحَدًا فكل هذه النصوص تدل على ما ذكرناه وعليه فإن على العبد أن يستقيم على هذا الصراط المستقيم ولذلك أمر الله بالاستقامة أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام وأمر بها أمته في سائر العصور والدهور فقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فنحن مأمورون بالاستقامة على الصراط المستقيم ترجمة نانسي قنقر